السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله رحمة الرحيم سنشارك معكم مجموعة من الفطائر اللي كنحتاجوها غالبا في صند ويتشات او لكم مملاحات المائدة دي القوتي او العشاء اليوم سنشاركهم معكم بخمسة اشكال مختلفة من عجينة واحدة وبلاكترة الوصفات وبكمية اللي هي وفيرة 80 قطعة غير من كيلو ونصف ديال الدقيق مع جميع الاسرار باش تحصلوا على فطائر للاشكال دي لهم مقادل وبلامع وجوليكم وكذلك مع طريقات الاحتفاظ بهم فما نطورش عليكم خليكم ان شاء الله مع هذا الفيديو الاخر تكتشفوا معنا المقادر وكذلك باقي مراحل التحضير وعلى بركة الله غدي نبدو بتحضير العجين اولا اللي غدي نحتاج له هنا كيلو ديال الدقيق الابيض نوعية جيدة زائد نصف كيلونا ديال دقيق القمح اللي هو السميد الناعم او لا الفينو هنا بالنسبة للدقيق القمح ضروري اننا نغلب الدقيق الابيض على القمح ممكن ديرو احتى اكتر من كيلو بالمقارنة يعني مع الدقيق ديال القمح طبط هنا ملعقة كبيرة ديال الخمير وحبيبات مع ملعقة كبيرة ديال السكر وملعقة كبيرة ديال ملحلي كتفق على حسب الدوق غدي نضيف عليهم هنا كذلك نصف لتر ديال الحليب لي هو دافئ وغدي نزيد كذلك نصف كأس ديال الزيت النباتية فقط هدو هم المكونات ديال العجين ومباشرة غدي نبدأ لم العجين ديالي وغدي نبدأ باضافة الماب التدريج كذلك المال اللي غدي يكون دافئ كان بقى نضيف شوية بشوية وانا كان جمال عجينة حتى غدي نتحصل على واحد العجين اللي غدي يكون ان شاء الله ارتب حاولوا انها متكونش خفيفة بزاف كتلتسق في اليدين وبطبيعة الحل ما تخليوهاش قاسحابج الفضائر ديالكم يجوكم خفافين ان شاء الله بالنسبة لهذا العجين ضروري غدي نضيفوه واحد شوية مشي بزاف بزاف يعني ذاك الدرك اللي كتعرفوه غير المهمين ساجموا لنا العناصر لانا العجين ديالنا عفونا غدي يكون فيه لفينو فضروري اننا ننجنوه شي شوية باش كيطلق لنا ذاك الجلوتين ديالو وكنتحصلوا من بعد على العجين اللي غدي يجينا ان شاء الله طري وزوين ويعتكوه ان شاء الله النتيجة اللي يزوينا فالعجين ديالي هو هادا من بعد ما كان اجنون تلكو كيف تليكم واحد شوية القوام ديالو هو هادا عجين اللي كتكون رطبا ما تلتسقش في اليدين وما يكونش عجين قاسح بالنسبة لكمية ديال الما اللي يضفتليه فهي نصف لتر ديال الما نصف لتر ديال الحليب ونصف لتر ديال الما في كيلو ونصف ديال الدقيق هنه دهلنت الوجه ديال العجين مزيان بالزيت وغدي نغطيه بالبلاسيك وكدالي يكتوب وغدي نخلي حتى يختمر ويضعف الحجم ديالو بهذا الشكل هادا ومباشرة غدي نزل منه الاختيمار بشكل عادي ولاحظوا معايا القوام ديال العجين من بعد ما كان خليوه كي يرتاح وكي يخمر كي ولي القوام ديالو زوين بزف بزف واكتر من رائع هنه بالنسبة للفطائر اللي غدي نخدم معاكم اليوم فكين فطائر اللي ضروري انهم يتخدموا بالعجينة ما يتخدموش بالعج المعاودة فبالنسبة للنوع الاول اول الشكل الاول اللي غدي يكون لدينا اللي هم والخبيزات اول الخبيزات ديال بورجور فضروري انهم ميتخدموش بالعجينة المعاودة باش يجوكم ان شاء الله خفاف ومسفنجين خديد تولوت الكمية ديال العجين وهنا غدي نستعن بشوية ديال الدقيق الابيض ابدلك وغدي نحاول انني نبسط العجين ديالي بسمك اللي غدي يكون غليض اول مرتفع تقريبا غدي نخليه فيه واحدة سنتيم ديال الارتفاع بالنسبة للناس اللي بغو يقطعوه هكا وممكن طبعا انا كندير له هالطريقة باش يجوني الاشكال كاملين مقدم فضروري كنتأكدو ان العجين ملاصقش مع سطح العمل وانه ما يعودش يتشمع لنا باش كنتأكدو اننا المنين قطعو العجين ديالنا يبقى الشكل ديالهم دائري كدالك في التقطع فكنحاول انني ندور يدي ماشي كندي ونجيبها كننحط كنقطع مزيان وكنحاول هكا يلبنت لي العجين ما تقطعاش غير كندور حركة اللي هي دائرية خفيفة ومن بعد كنحديد زوائد ديال العجين وكننهز هكا الخبيزة ديالي وكنوضعهم فوحد اللطة اللي ينفرش ورقة طهي اولى مدهون بزيد اللي بغيتو وغدي نخليهم يختامروا بالنسبة للعجين اللي كتبقى فضروري غدي نجيبها هنا وغدي نعجينها مزيان مزيان وندلكها حتى كتنساجم ونعاود نردها نغطيها بالبلاستيك وغدي نخدم بها فطائر اخرى ان شاء الله كيف غتشوفوا معايا هنه غدي نرجع الخبيزة ديالنا فبغيت نخدم معكم كل يعني كل فطائر بوحدهم من بعد ما كنخليهم هنا حتى كيخمر وكيد ضعف الحجم ديالهم خدي تحبات بيت كاملة مع قطرات ديال الخل وكندهنهم مزيان 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 من الاعلى ومن الجوانب من بعد غدي نخد هنا شوية ديال الزرارة اللي عبارة عن زنجلال البيض زنجلال العادي وشوية ديال البافو ممكن ديروا اللي بغيتو الشوفان زرعات ديال الكينواء ممكن ديروا الزرعاء يعني البودور ديال دوار الشمش اللي بغيتو هنه غدي ندخلهم فرالي مسخر من قبل النار متوسطة من الاسفل حتى كيطيبو كياخدو له ونعد كنحمر من الوجه ديالهم وضروري نغطيوهم مزيان بنينا يخرجو من الفرن باش كيحافظو على الرطوبة ديالهم بالنسبة للشكل الثاني ديال الفطائر كذلك اللي غدي نخدموه بالعجين العادية ضروري اننا ما نخدموهش بالعجين المعاودة اللي هو البطبوت او الخبيزاز ديال البطبوت فهنه غدي نحاول كذلك نبسط العجين ديالي بسنك هنه اللي غدي يكون ما بيلا متوسط مرقيق هنه ما نخليوش العجين نهائيا نغلط وكيف العادة نتأكدو دائما من ان العجين ما لاس وانه ما غديش يعاود يتجمع لينا غدي ناخد هنا القطعة الكبيرة في السيري ديال القطاعات وغدي نقطع كذلك بشكل عادي جدا حتى كنكمل قطاع ديال العجين كامل كنهزو وكن نضعفوه واحد المنديل وكنخلي كذلك العجين ديالي حتى كيختامر وكيضاعف الحجم دياله ومباشرة غدي نطيبوه هنا يا في المقلة اللي غدي تكون سخونة ضروري المقلة تكون سخونة نعاود نأكد فانا كل نوع ديال الفاطعير حبيت اناني نخدموه معكم كل واحد بوحدو يعني من العجين للطياب فهنا ضروري يخمرو ماشي يعني غير كنقطعهم ونبدأ نطيب مباشرة لا كنخليهم كيخمرو وعد كنديرهم في المقلة بالنسبة البطبط راتياب دياله معروف نار اللي هي مرتفعة وكان عغير كنوضعوه في المقلة كنعاود ونقلبوه وكمقاو نقلبوه كل ساعة كل ساعة كنقلبوه يعني ما كنخليوش حتى كيتحمر من واحد جهة عاد نقلبوه لا غير كنوضعوه في المقلة ونبدأ ونقلبوه كلها يعني هكا كل تقريبا ثلاثة خمسة ديال التواني كمقاو نتيجة اللي يزوينا فهنا قد نحاول نقرب لكم الكاميرا باش تفطيبا فهانتوما كيف كتلاحظوا معايا في ساعة في ساعة هكا كمقا نقلب على كل تلجيهتين او كندورب هانتوما لاحظوا معايا باش كيتنفخ هنايا البطبط ديالكم حاولوا انكم فاش تقلبوه الضغطو عليها عفوا غير برؤوس الاصابع باش كتعاونوه انه يتنفخ هانتوما كيف كتشوفو غير برؤوس الاصابع كتحاولو انكم تضغطوه على الجوانب ديال البطبيطات باش كيتنفخو هكا وكيتفرقو مباشرة من بعد هكام كي ياخدوا واحد اللون اللي هو محمر هكا شوية كنحيدهم مباشرة وكنا نوضعهم كذلك في منديل وضروري كنغطيهم الفطائر ديالنا كاملين سواء ديال الميقلات او لديال الفرن فاش كنرقي طيبو مباشرة كنحيدهم كنوضعهم في منديل وكنغطيهم بمنديل باش كيحافظوا على الرطوبة ديالهم وما كيقصحش لكم العجين ديالكم فانا غدي نستمر بهذا الشكل هادا غدي نطيب الكمية كاملة ديال بطبوط اللي عندي غ غير كنوضع في الميقلات ونقلب مباشرة ونقلب حتي تفرقو بالنسبة للشكل الثالث اللي كذلك ما غديش نخدمه بالعجين المعودة اللي هو الكورني فاخدت العجين ديالي كذلك وبالاستيعانة بالدقيق كنحاول نبسط العجين ديالي بشكل اللي هو طولي سمك كذلك اللي غديكون متوسط ما بالمتوسط والرقيق بائما كنتأكدوا ان العجين ما تلسقش لنا في سطح العمل وهنا غدي ناخد قطعة اي نوع ديال قطعة عندكم ولا سكين وكنحاول نقطع اشريطة اللي السمك ديالها تق تقريبا كيكون سنتيم تقريبا فيهم واحد سنتيم كنقطع العجين ديالي كامل بهات الشكل هادا ومباشرة غدي ناخد هنا اللي كورني ديالي هادو ما كيف كتشوفو را كي يتباعوا التمن ديالهم مناسب جدا درهم وقيلة كان درهم الوحدة كان ناخد شاريط ديال العجين صافي وكان بدل الفها كامل فوق يعني كانت بتلقيت على الاولى ديال العجين ومن بعد كان نبقى كان نلف يعني كل لفة كان وضع عليها شوية ديال العجين وكان بقى نلفها غدي نعود معكم تمنى تكونوا فهمتوني شنو بيت نقول فاش كان نوضع القطع ديال العجين كان بقى كندورو انا يعني كان نوضع شوية ديال العجين وكل قطعه كان وضع فوق من هالعجين باش كيبقى نتماسك لين العجين مع بعضو بالنسبة للناس اللي ما غديش يتوفر عندهم هادلي كورني هادو اولا هاد القوالب ديال كورني فراه ماشي ضروري انا غدي نخدم معكم واحد دابة بورق الاليمنيوم يعني ممكن تخدموا الكيمية كاملة بورق الاليمنيوم رك يعطين نفس النتيجة وما يلتسقش معكم العجين نهائيا بالنسبة للناس اللي خافوا يلتسق معهم العجين فهدهنوا القوالب ديالكم بشوية ديال الزيت اولا رشوهم بالدقيق فهانتو ما لاحظوا معايا غدي ناخد هنا قطعة ديال ورق الاليمنيوم وكلف هكا بشكل كورني عادي جدا هانتو ما غتشوفوا معايا غاجي نفسه يعني نفسه نفسه نفس الشكل ديال الكورني اللي اولا القوالب ديال كورني هانتو ما لاحظوا معايا نفس الشي يعني لما عندكمش القوالب رهن ماشي ضروري غير ورق الاليمنيوم يفي بالغرض ان شاء الله فانا غدي نستمر بهات الشكل هادا كذلك غدي نكمل تشكيل ديال كيمية ديال العجين ديالي كاملة من بعد كذلك قادي نوضعها في واحد اللطة اللي مدهونة بالزيت او لا مفرشة بورقة طي وغادي نخليهم كذلك نغطيهم طبيعة لهن نخليهم حتى غادي يختمروا ويدضعها في هكا الحجم ديالهم وبنفس طريقة غادي ناخد البيضة اللي عندي مخلطة مع قطرات ديال الخل غادي ندهنهم زيان هكا من الجوانب ديالهم كاملين وغادي نرشهم شوي ديال زنج للأبيض ومباشرة للفرن اللي غادي يكون عندي مسخن من قبل نركف العدم متوسطة غير من الأسفل فقط حتى كيطيبوه كياخدوه ونعد كنحمرهم من الوجهة ديالهم بالنسبة للفرن الكهربائي فدائما كيكون ما بين 180 و190 درجة من الأسفل حتى كيطيبوه ونعد كنحمرهم من الوجهة ديالهم طبيعة الحل حتى كيختمروا هنا بالنسبة للشكل الثالث اللي هنا غادي تكون عندنا العجينة اللي هي معاودة فلاحظوا معايا العجين نناية من بعد ما كيرتح يعني كنخدم هكا واحد جوج ديال العجينات معاودين مع بعضياتهم وكنغطيهم بلاستيك وكنخليهم مزيان مزيان حتى كنكمل تحضير ديال الفطائر ديالي كنرجع للعجينة المعاودة كيكون القوام ديالها زوين كنتلقها هنا بسمك اللي كيكون رقيق شوية وكنتقابها مزيان فهنا غادي ندير منها الميني بيتزا دائما العجين قبل ما كنبدو نقطعوه فضروري كنتأكدو أن العجين ديالنا ملاصقش وأن العجين ديالنا ما زال ما غاديش يرجع فباش نقطعو الفطائر ديالنا وكيبقوا محافظين على الشكل ديالهم وما يعواجوش لكم من بعد خديت هنا كذلك القطعة الكبيرة في السيري ديال القطاعات وكنحاول نقطع أشكال عادية ديالبيتزا كننحيد هاد العجين وكنعاود نجمعهم زيان وكنعاود نغطيه بالبلاستيك لأنه ما زال غادي نخدم به فطائر أخرى كنوضعهم هنا في اللاطا ومن بعد هنا غادي نخليهم خمسة ديال دقائق قبل ما ندخلهم الفرن فهنا ما كندخلهم مش مباشرة كنخليهم خمس دقائق عاد كندخلهم للفرن باش كيجي الشكل ديالهم مزوين هنا بالنسبة للعجينة المعاودة كذلك اللي تبقت ليا اللي غادي ندير بها ان شاء الله خبز الطاكوس أو لميني طاكوس كنحاول أنني نطلقها تكون رقيقة حاولوا أنكم ترققوها ما أمكن بشي تكون عاوتي نرقيقة بزا 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 بحال تريد موهم أنها تكون رقيقة كيف كتعرفوا خبز الطاكوس رغمت يكون شغلت حاولوا أنكم ترقوه ومن بعد كنخذ هنا واحد القطاع اللي كيكون هكا شي شوية الحجم ديالها كبير وقدش ما بغيتوا بطبيعة الحال كيبقى لكم الاختيار هنا مباشرة يعني غير كنقطع العجين ديالي وكندوز مباشرة للمقلات فاش كنطيبهم فهذا الأثناء هادي فالعجين كيكون ما زال كيرتاح غير كنطيب هاد الكمية وكن عاوز نطلق العجين اللي تبقى ليا حتى كنكمله وبالنسبة الخبز الطاكوس هنايا هو والفطائر ديالبيتزا أو الميني بيتزا ما كيحتاجوش منه أن العجين يكون طريع نواخة العجين المعاودة كنخدمو بها وكيعطينا نتيجة اللي هي زوينا مش بحال أنواع الفطائر الأولى اللي خدمت معكم فضروري أنهم يكون العجين ما تكونش معاودة بش يعطيكم نتيجة زوينا وخصوصا الخبيزة ديال بورجر والميني بيتزا بوت هدا بالنسبة هاد الميني الطاكوس أو الخبز ديال الطاكوس فكنحاول كذلك طريقة ديال الطياب ديالورها معروفة كنبقى في ساعة في ساعة هكا كنقلب على كيلتا الجيهتين لأنه مبغي ناش ياخد لينا لون والنار كنطيبو على نار لي هي مرتفعة ضروري نار لي هي مرتفعة بش مكين شفش ليكم العجين وكيقصح فهنا بغينا هي طيب ياخد غير واحد اللون دها بيها كخفيف وبسرعة بسرعة فهنا صفي قادي نستمر كذلك بنفس الطريقة كنقنطيب على نار لي هي مرتفعة من كيلتا الجيهتين حتى كيطيب هكا كيبيض يعني اللون ديال العجين وكيدير هكذا كالفقاعات كيتلونه بلون دها بيها اللي هو خفيف كيف العادة كنحيدهم من الميقنات وكنديرهم فوح التوب وضروري كنغطي لهم زيان باش كيرجع لهم هدك الصد ديالهم وكيحفظوا على الرطوبة ديالهم وتشوفوا معايا ان شاء الله جميع الفطائر ديالنا في الشكل النهائي هدا هو الشكل نهائي ديال الفطائر كاملين اللي حضرت معاكم اليوم بالنسبة للخبيزات فلاحظوا معيك فاش كيجو خفافين اسفنجيين كيجو اكتر من رائعين هنان غضي نقطع معاكم ضروري باش شوفوا القوام ديالهم من الداخل كيجو فعلا فعلا روعة نعاود نأكد الفطائر كاملين فاش كيطيبو كيكونوا باقين سخان فاحنا كنغطيهم بمنديل باش كيحافظوا على الرطوبة ديالهم كيقصحوش وما كينشفوش هدا هو الشكل الاول بالنسبة للشكل التاني كذلك كدير اللي كورني فراهمني كنخرجهم من الفرن كنحيد لهم هدوك القواليب ديرهم وما باقين سخان وراك يتحيدو بكل سهولة سواء القواليب سواء للورق ديال الاليمينيوم ودائما كنغطيهم بالنسبة للميني بطبوت لاحظوا معايا كيفاش كيجي كيجي هكا خفيف وضروري الميني بطبوت نأكد على ان العجين نهائيا ما يكونش معاود لان العجين المعاود في البطبوت رهما كيتفرقش وما كيتنفخش دائما للعجين ديال البطبوت ما يكونش معاود والعجين السوم كديالو وعفوا متخليووش غلط بزاف شوفوا معايا كيفاش كيجي هكا خفافي مزاف بزاف بالنسبة لميني بطبوت كيبكت ليكم لاحظوا معايا كدليك طيب ديرهم كيكون غير من الاسفل حتى كي نشوفو مزيين مزيين كنشوفو غير شوية من الوجه ديالهم شوفوا معايا الشكل ديرهم كيباش كيجي اسفن جي قطني ورائع جدا جدا بالنسبة للميني تاكوس كدليك شوفوا معايا مع أن يعني مشي هذه العجين المعتمدة ديال خبز تاكوس يعني كيف كتعرفوا خبز تا ولكن هذا اشوفوا معي كذلك القوام دياله كيفاش جايزوين جرائع ما يتكسرش نهائيا ما يوقع ليه حتى شي حاجة خدموا به كما بغيتو اتمنى الاقتراحات دياليوم كاملين الاعجاب ديالكم وتجربوهم وما تنسوش ليه اللايك في طبيعة الحال اللي اعجبكم الفيديو بالنسبة لعدد الحبات اللي تحصلت اليهم بالضبط فهو بالمجموع 80 قطعة من هاد الفطائر هادو كاملين بالنسبة لطريقة الاحتفاظ فطريقة عادية كتديروهم في البلاستيك الخاص بالمجمد وقد دخلوهم المجمد تلوقيته اللي كتبغيوهم هنه ممكن تحسبو يعني الميني بيتزا كل جوج مع فضياتهم كذلك الميني بطبط كل جوج مع فضياتهم هادي الكيمية كاملة ديال كورني هادي الكيمية كاملة ديال الخبيزة ديال برغر وبالنسبة للميني تاكوس فعندي تما بالضبط 18 قطعة ممكن تحتفظوا بيهم حتى الشهر في التلاجة وانا ان شاء الله غدي نشارك معكم البلاتو في هاد الاشكال كاملة ان شاء الله بحشوات لية مختلفة جديدة وان شاء الله غدي تعجبكم فما تنسوش لي اللايك والبرتاج للفيديو شكرا على حسن المتابعة بعدك نكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرين شاء الله